كسر أبطال الجيش الوطني هجوما فاشلا شنت الميليشيا الحوثية في منطقة المهور التابعة لمديرة برطة شرق محافظة الجوف وأفادت مصادر عسكرين أن أبطال الجيش مسنودين بطيران التحالف أفشلوا تقدم عناصر الحوثي التي كانت تحاول الوصول إلى مواقع المحور الشمالي وكبدوها عشرات القتلى والجرحى وضافت المصادر أن ضربات الطيران دكت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في ذات الجبهة كما استهدفت من ضربة أخرى عربة بي ام بي بالقرب من وادي الأمهور كما أعلنت قوات الجيش الوطني إحراز تقدم جديد جنوب شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وقال مصادر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف تمكنت من التقدم في جبهات الجدافر وعدوان وأضافة أن التقدم جاء بعد كسر محاولة هجوم لميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع الجيش في منطقتين خسف الجوف وحلحلان جنوب شرق المحافظة وأكد المصدر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف ميليشيات الحوثي الإنقلابية إضافة إلى إحراق مدرعة قتالية بما لذت بقية عناصر الميليشيات بالفرار